أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حديثنا اليوم نداء للشعوب الإسلامية في كل الكرة الأرضية وهو نداء أيضا للشعوب الحرة التي تريد أن تتحرر من الطغاة المتجبرين الذين يتحكمون فيها وفي مصالحها وهم ثلة من الصهاينة أزناب اليهود يتحكمون في بعض دول العالم من الشرق أو الغرب فيذلون شعوبها ويسمونها ديمقراطية وهي ليس الديمقراطية لا في الظاهر ولا في الإسم ولا في المبنى إنه تسلط على الشعوب أخرجوا فيه الشعوب النصرانية من المسيحية السمحة وتحكموا فيها ووجهوها كما تريد اليهود حيث إن اليهود في تلمودهم يزعمون أنهم شعب الله المختار وأن بقية الناس من العالم حمير خلقه إلههم يهوى مسخرين لهم انتبهوا يا شعوب الأرض فأين أنتم من النصرانية أين أنتم من المسيح والمحبة والسلام لقد أغرقتم بلادنا سورية وغيرها بالدماء لا أقصد أنتم الشعوب ولكنكم أنتم أيضا مقهورون تذكروا أن دعوات الأنبياء جميعا قبل محمد صلى الله عليه وسلم هي لا إله إلا الله معنى توحيد الله أي طاعته وحده والتحرر عن العبودية لسواه انتبهوا إلى أنفسكم لتجدوا أنفسكم ضالعين في الخضوع إلى اليهود بشكل مباشر أو غير مباشر إن بعض دول الغرب من أولها إلى آخرها ترسل شبابها ليموت في سبيل ماذا؟ ليقتل المسلمين ويقتل في سبيل ماذا؟ لماذا؟ هل جنينا نحن المسلمين على أحد في العالم كله وأجبرناه على أن يغير دينه ويكون مسلما؟ لا لا إكراه في الدين هذا أساس ديننا النصارى واليهود حتى الأنجاس الذين يتسلطون على البشرية عاشوا بين ظهرانينا وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لهم ما لنا وعليهم ما علينا ولكن المصيبة الذين أخرجهم اليهود عن نصرانيتهم وأخرجهم اليهود عن دينهم الإسلامي كالشيعة الذين عبدوا آل البيت بدل أن يعبدوا الله ويطيعوه فيما أمرهم به سبحانه وتعالى فاستباحوا دماؤنا لماذا؟ استباحوا دماؤنا ليأتوا إلى شمال إسرائيل فيحمونهم من أهل السنة افهموها يا أفراد الشيعة في العالم افهموها من يستفيد من مجيء الشيعة إلى شمال فلسطين غير اليهود لولا أن اليهود مطلئنين أن الشيعة يطيعون أشخاصاً هم أذناب لليهود دخلوا في دينهم وتسلطوا عليهم وجعلوهم يسلكون بسلكاً يؤدون فيه الخدمات لليهود فكانوا حميراً لليهود كما نصت المود اليهود انتبهوا أيها الشيعة إن كنتم تؤمنون بالقرآن حقاً فارجعوا إلى القرآن ومن كان منكم يعتقد أو يذهب إلى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار فقد خرج من الإسلام وهو الكافر لأن الذي نقل لنا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله هو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا كفار معناها نقلوا لنا الكفر هذا دينكم ارجعوا إلى دين الحق وإلا فأنتم الجانون على أنفسكم وبفتنة والشدة التي مرت على بلاد الشام من اليهود بشكل مبطن ومن أعوان اليهود في الغرب بشكل مبطن وغير مبطن الذين هم نصبوا علينا هذا العميل الخائن عندما سلم أبوه حافظ الأسد الجولال اليهود فجاء هو يسلمنا لعزرائيل ليتخلص اليهود منا ولكن لي يتخلصوا هناك مثل عند البدو البدواد العرب في البادية يقولون فيه البدو ياخد تارو ولو بعد أربعي سنة إن لم نتحرر نحن منكم أيها اليهود ومن حميركم وحمير حميركم الذين يحكمون الآن في سوريا فسيأتي أولادنا وأحفادنا يذيقونكم ذوق سوء العذاب لأنكم أنتم كما وصفكم القرآن المفسدون في الأرض والذين يطيعونكم ويتبعون أوامركم ويصرفون أموالهم في قتلنا إرضاء لكم ويزعموا أنهم يحققون الأمن لكم لن يحققوا الأمن لا لكم ولا لهم لم يجدوا شيئا لسه حتى الآن من عقاب الله لهم في الدنيا قبل الآخرة الله تبارك وتعالى يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته إذا أخذه لم يفلته قال الله تعالى وأملي لهم إن كيذي متين آتيكم ملك الموت على أيدينا أو بسبب آخر على أيدينا ولسنا معتدين إننا لا نريد شيئا إلا التحر من عميلكم هذا المجرم الذي تدعمونه وتزعمون أنكم تنصروننا لقد سمعنا من دوب الأمم المتحدة الأمم الظالمة إن لم ترجع إلى رجدها وتكون من من الإنسان لقد سمعنا من دوبكم يقول ما في شروط هذه ليست شروط عندما يطلب الوفد السوري أن يتوقف الطيران عن قصف المدنيين ليس شروط هذا أمر قد فرضته الأمم المتحدة وبيّنت وفرضت أنه لا يجوز قصف المدنيين بالطيران فتقصفوننا بالطيران وبكل خنابل المحرمة وتقومون بجرائم لم يجري مثلها في التاريخ أبدا وتتركون المجال لعميلكم أتظنون أننا لا نفهم لقد أصبح الطفل الصغير يفهم جرائمكم تتركون المجال لعميلكم يقتل فينا ويقتل أطفالنا ونساءنا ثم تزعمون أنه لا ينبغي أن نشر السروط لا خليه يقتلنا حتى نأتي للمفاوضات ونتمنى أن نخلص بأي شكل صار خمس سنوات ودخلت السادسة ولن يتمنى الشعب السوري أن نخلص بأي شكل الشعب السوري سابت ولو متنا جميعا نحن نموت بأجلنا ونكون شهداء عند ربنا وأنتم تموتون وتكونون مع شياطين الإنس والجن لأنكم قتله ظالمون مجرمون إذا كنتم أنتم لا تفهمون هذا فنذاؤنا للشعوب عامة إذا كانت شعوبا حرة فيها بقية من الإنسانية من يفعل هذه الجرائم في سوريا ليس بينه وبين الإنسان أي صلة إنهم أعداء الإنسانية وأعداء البشرية فقد ذنبنا أن نقول ربنا الله وليس ربنا هذا الخائن المجرم هذا ذنبنا وتريدون أن تسلطوه علينا رغم أنفنا ولو أنه حصل لكم شخص قذر مثله يصلطوه علينا وحلت المشكلة وقلت ولكن ما في ما في أنجس منه تنتظرون نجسا مثله أو أنجس لا يوجد في العالم أبدا أنجس منه حتى لو جئتم بيهودي الذين قال عنهم الله سبحانه وتعالى أنهم يفسدون في الأرض ويقتنون الذين مرون بالقصر من الناس لو جئتم بواحد منهم ما فعل مثل ما فعل هذا المجرم الخائن الذي لذين له ولا خلق له ولا إنسانية له إنه عبد يتصرف كما تملون لها ولا يفكر هذا الغبي أنه إذا انتهت مهمته بصقتم عليه ولم تسألوا عنه ربما تحاولون حمايته ولكن دخلتم أنتم شركاء له وكسبتم عداوة الشعوب الإسلامية كلها لأنكم تقتلوننا لا لذنب جنيناه ولم نعتدي على أحد إنما نريد أن نتحرر هذا ذنبنا ذنبنا أننا نقول ربنا الله وليس ربنا فلان من العملاء أو الخولة نحن نريد طاعة الله فقط وطاعة رسوله ولا نريد طاعة الطواغيط والعملاء ونتم بعد قليل أفلا يتدبرون إننا لا نريد الضرر لأحد أيا كان دينه وأيا كان مذهبه ولكن أيضا من أجل حريتنا التي هي كل شيء بقي للإنسان أن يكون حرا حتى رب العز لم يجبر أحد أن يدخل في دين الحق من أجل حريتنا سنقف في وجه من يعتدي علينا ويتسلط علينا ثم يزعم أننا إرهابيون وهو الإرهابي ومن وراءه من الأنجاس هم الإرهابيون لا تؤاخذوني أقول الأنجاس هذا ليس قولي الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون نجاس وقد ظهر للعالم كله نجاستهم وقذارتهم قتل بشكل ممنهج مرتب بمكر كما قال تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ولكن الله سينصر الحق وهذا الذي حصل كشفه هيئة الأمم المتحدة على حقيقتها وأنه يتسلط عليها الإرهابيون المجرمون من الدول العظمة نفس الدول التي كانت في العهد البائد في عهد عصبة الأمم المتحدة وكانوا استعماريون يتسلطون على الشعوب الضعيفة نفس هؤلاء عادوا ليتسلطوا على الشعوب الضعيفة تحت ظل ما سموه بهيئة الأمم المتحدة ولكن بأسلوب أخبث يتدخلون في شأن الشعوب ويزئونهم بأنهم يعطونهم الديمقراطية وينصبون عليهم بالسلاح عن طريق هؤلاء العملاء الذين دربوهم ليصلوا إلى الحكم ويتحكموا في الشعوب الضعيفة فإذا أرادت الشعوب الضعيفة أن تتحرر نزلت جيوشهم بحجة أنها ستحمي الديمقراطية أو ستحمي الإسلام من الإرهابيين هل تشعرون بأنهم يصنعون إسلاما معينا ويسمونه إرهابا فيأتوا ليقتلوننا ويقتلون إرهابي كما حصل في دولة معروفة عندما جاء لها رئيس وقلب نظامها الإسلامي وقسم شعوبها أقسام هذا اليهودي الخاسر كان يأمر بقتل فلا من العلماء فيرسل شخصا ويعطيه المال ليقتله فيذهب هذا الغبي فيقتله فيقبض عليه هذا الحاكم الذي يساوي انقلاب عسكري على الدولة الإسلامية القديمة يأتي هذا الحاكم اليهودي فيقبض عليه ويضعه أمام أهل البلد فيقتله وهؤلاء نفس التمسيلية تمسيلية يهودية هل تعلمون أن العراق عندما ضغط عليهم الشيعة لماذا ضغط؟ لأنه مع الغير دينهم يهدوا الإسلام يهدوا الإسلام فاذا كانوا أهل السنة مم یا مسلمين معا وكاتوا أنتوا المسلمين واذا كانوا أن أهل السنة مста الكافرين استبحتهم دماؤهم ضغط عليهم اهل السنة في العراق ضغطا الاشياء على اهل السنة حتى كادوا ان ينفجروا عندما رأوهم لم يتحملوا وسينفجروا هل تعلمون ماذا فعلوا لهم سألهم خلافة ولكن ليست خلافة محمد صلى الله عليه وسلم على منهاج النبوة خلافة امريكية الخليفة اسمه اسلام ولم يكن عندهم سلاح وكانوا يعيشون بين الناس من اين جاءتهم الاسلحة والدبابات والصواريخ وكذا من اين من اين من الذي اعطاهم اياها الله نزلهم اياها من فوق ام المجرمون الذين صنعوهم من اجل ان يسموهم اسلام ويدعون انهم جاءوا لتخليص الناس منهم هل تعلمون انهم يدخلون الارض السنية فيقتلون ويقتلون باسم الاسلام والهدول خلافة اسلامية ثم يأتي الاخرون ليخرجوهم من المسلمين فيكملوا على المسلمين قتلا وتخريبا بالقنابل والطائرات يضربون المدينة التي فيها مسلمون فيقتلون اهل السنة اطفالا ونساء ثم يخرجوا هؤلاء الداعشيون سليمين باسلحتها ومن كل شيء يمسهم سوء بذلك باسم الاسلام وباسم الارهاب يقضون على المسلمين هذه افعال لا يفعلها الا تلاميذ اليهود هذا نعرفه من التاريخ ونعرفه من الواقع فلا تظنون اننا جاهلون الطفل عندنا يعرف هذا ويفكر كيف يعمل ليتخلصوا أيها الاخوة في الشعوب الحرة تحرروا قبل ان ينزل الله بكم العذاب فاذا نزل بكم العذاب فسببه انتم لانكم لم تتحرروا من هؤلاء الطغاة الذين يسمون انفسهم حكاما لكم وليس حكام انما هم طواضيت يسمون ما يفعلونه بالديمقراطية وهم توصلوا الى الحكم عن طريق المال او الجنس واشغلوكم بشهواتكم فتحكموا بكم هذه واحدة الواحدة الثالثة ايضا نهيب بالشعوب الاسلامية في كل بقاء الارض بان يعودوا الى الدين فاذا رجعوا الى ربهم نصرهم ربهم ومن اول الخطوة التي يرجعون فيها الى الله ان يعرفوا عدوهم ايها المسلمون لقد رأيتم روسيا تدخل ارضنا وتحتل بلدنا رغم انوفنا وهذا لا يجوز وان احتجوا ان بينهم معاهدة وبين هذا القبيح الخنزير المجرم فهذا غير مقبول لان المعاهدة تكون بين الرئيس وبين دولة ثانية من اجل قتل الاعداء من خارج الدولة اما من قتل الشعب من اجل قتل الشعب هذه ليست معاهدة هذه خيان عزمة يجب ان يساعدون على قتله ولكنهم ينصرونه اقسم لكم لولا ان الغرب على رأسهم الدولة التي تعرفونها التي نصبت علينا هذا المجرم لولا انهم يريدون ادخال روسيا ليجعلونها في الواجهة ويدفعونها لقتلنا والاكمال للجرائم التي يرتكبها هذا المجرم لو لا يسمحون بذلك ما استطاع جندي روسي ان ينزل في ارضنا اذا كلهم يتعاونون علينا ولهذا باعتبار ان انه ثبت في البخاري ومسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رعل وذقوان عندما قتلت غدرا سبعين من القراء سبعين فقط من القراء دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا في الصلاة في كل صلاة فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم العن رعل وذكوان اللهم العن عصية التي عصت رسول ربها اذا كنتم من المسلمين اقتدوا برسولكم حتى يعلم الناس اجمع ان هؤلاء مجرمون لذلك نلعنهم في كل صلاة اذا كان المسلم في دولة فيها حرية فيجب على الامام ان يدعو على هؤلاء الظلام في الصلاة الجهرية جهرا ليسمع الناس ويؤمنون خلفه واذا كانوا يعيشون في دولة مثل دولتنا ديمقراطية ولا يستطيع الانسان افتحت تمه لا صحفي ولا مدني ولا طبيب ولا كذا لا كنتم في ذلك فكل صلاة تصلونها ولو في بيوتكم يجب عليكم ان تقتدوا برسولكم وتدعوا على هؤلاء الطغاة لم يقتلوا منا سبعين ولا ثمانين ولا الف ولا الفين بلغ عدد القتلى اكثر من خمسمائة الف وكادوا يصلون الى المليون فيجب على كل واحد منا في صلاته في القاتل والعن كل دولة تساعد هذا الطاغية على قتلنا بطريقة مباشرة او غير مباشرة اللهم العنهم جميعا اللهم دمرهم ودمر اموالهم ودمر جنودهم واغزهم واكفناهم بما شئت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ان فعلتم هذا فسيساعدكم على جمع كلمة المسلمين في الارض المسلمون المسلمون من الشعوب لا يستطيعوا حاكم من الحكام ولو كان طاغيا ان يتدخل في صلاتكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها اشتركوا في القناة